أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تمكنت من تحقيق نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية حيث نجحت مصر في وضع سياسة حضرية وطنية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمران وتفرط في جودة حياة المواطنين وخلال كلمته بافتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة على هامش فعليات اليوم الثاني للنسخة الثانية عشر للمنتضى الحضري أن القرى أو قال أن القرى الإفريقية تشهد نموا حضريا وسكانيا متسارعا حيث تمتلك القرى أكبر نسبة من الشباب وتشهد مدنها نموا كبيرا وتحولات متسارعة وهو ما سيكون له نعكاسات واضحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقرى خلال السنوات المقبلة